انا من الناس اللي فرحت من قلوبها لما لقيت مصر بتبني مدن مصر بتبني مدن زي ما بتعمل العالمين وبتعمل المنصورة الجديدة وبتعمل العاصمة الادارية وبتعمل وهتعمل مدن مدن لخلق الله فاكرين لما كنت بقول لكم من اجمل المشاهد ان انا شوف الناس وهي نزلة البحر في العالمين الجديدة ببلاش كده مش لازم تدفع فلوس قد كده عشان تروح الساحل الغربي لجمهورية مصر العربية وتستمتع برماله البيضاء ومياهه الفيروزية ناس كتير جدا من زملاء الاعزاء ذهبوا وصوروا الابراج الجميلة بتاعت العالمين بس العالمين اكبر من كده بكتير العالمين تقريبا تسعة واربعين الف فدان فيها الابراج اللي على البحر وفيها عمرات تانية برضو على البحر وفيها اللي ببصوا على الطريق وفيها اللي في عمق المدينة من جوه العالمين مش مدينة للاغنية العالمين مدينة للناس الناس اللي بتشتغل والعمال والموظفين والاغنية والمتوسطة العليا والمتوسطة الوسطى والمتوسطة الاقل من الوسطى ودي حدود اقتصادية برضو نقدر نتكلم فيها على مسألة التعبير العامة الطبقة المتوسطة المصرية ليس حاجة اسمها طبقة المتوسطة المصرية هي طبقات متوسطة مصرية ولا أنا في ذلك حديث سوف يطول ومش مجاله دلوقتي حالا يعني الحاجة الجميلة المفرحة اللي تبهج وتشرف كمان انه لما بنيجي نستقبل ضيوفنا احنا اعتدنا ان احنا بنستقبل ضيوفنا الكرام اما في العاصمة في القاهرة عندنا او ان احنا مثلا بنستقبلهم في شرم الشيخ الاتنين حلوين ورائعات وجميلات مدن ومدن حلوة مقدر شنكر على الاطلاق وبالذات القاهرة القاهرة بالنسبة لأي مصري بالمناسبة لكل المجتمع العربي يحبوا القاهرة يحبوا مصر بقينا دلوقتي بنستقبل الناس عندنا في العالمين اللي بنناها بأدينا وبعرقنا وبشآنا وعملنا مدينة عالمية زي ما الكتاب بيقول مدينة تنافس ريفيارة على سبيل المثال مدينة بجد بص الحاجة ده مطار العالمين المطار اللي يفرح ويشرف اللي ييجي يقولك مش معقول الصرف ده كل أمة لو ما صرفتش على بلدك هتصرف عالميا لما ما صرفش على مطار ما صرفش على مدن ما صرفش على بيوت ما صرفش على مصانع ما صرفش على شركات ما صرفش على طرق ما صرفش على كباري ما صرفش على استصلاح زراعي ما لا صرف على الايه انت شايف المنظر اللي يشرف المشهد المحترم تشوف رئيس الجمهورية فخمط الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستقبل مظهيره رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد أهلا وسهلا أهلا وسهلا بالأشقاء مش بالضيوف وخلاص الأشقاء الأصدقاء الأحباء أهلا وسهلا بالكل في جمهورية مصر العربية بين قصين ثقيلين أهلا بكم في الجمهورية الجديدة طبعا هنا في استعراض حرس الشرف والبروتوكولات الرئيسية المعهودة والمتعارف عليها كمجرة العادة خد بالك احنا عاملين في العالمين او هينورنا في العالمين العديد من الزعماء والقضاء العرب هيبقى في عندنا قمم عربية يعني قد تكون اجتماعات قمم ثنائية وقد تكون القمة فيها اجتماعات زائد مباحثات زائد 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 اللي انت شايفه ده كان النهاردة بعد الظهر في مطار العالمين في مصر اللي عليه القيمة ويشر هو انت كنت عايز مصر تفضل طول عمرها ما عندهاش غير مطار القهارة ومطار برج العرب كان فيه عندنا مطار شرم الشيخ وطورنا فيه ومطار الغردقة وطورنا فيه وعملنا مطار سفينكس ومطار القطمية وعملنا مطارات وعملنا مواني وعملنا ترسنات لبناء السفن مصر قاعدة بتبني مش زي ما بيقول ستيفن كوك ببقس شديد انه كل الكلام ده اللي بتقال ظاهري ايه هو الظاهري يا ابني مدن ومطارات ومواني وترسنات لبناء السفن وتحديث للصناعة وحلحلة فيه اوضاع اقتصادية طاحنة بتمر علينا وبرضو بنحقق معدلات نمو حدي يا جماعة اخواتنا الاصدقاء زملاءنا الاصدقاء الاحباء في فورين بوليسي كلموا الراجل بتاعكو ستيفن كوك قلوله يا جماعة حبيبي لما تيجي تكتب في الاقتصاد في حاجة اسمها حقائق وارقام المسألة مش بالانطباع ادحكك على ستيفن كوك في السريع كده ودي دي بقى نكتبنا الجميلة يعني هتقول لي انت ايه اللي خليك هتمت بستيفن كوك هقولك هو انا كده كده بقى اعود اقرأ كل الجراية تقريبا والمواقع قدر الامكان بشكل يومي اول ما بصحة حلو؟ مهم مش دي قص اللي انا استغربتله انه في ناس خدت قرار انها تعمل ايه تلخيص كده للمقالبة تاع ستيفن كوك ويعملوه بالعربي وينزلو بفيديوهات بص عمك عمك ستيفن قال ايه ده في السريع يا روز خبطة بس كده لازم كده يروح واخد له ايه كتف كوع قالك على فكرة مصر صرفت على قناة السويس الجديدة مبلغ كبير جدا ومعرفتش يتجيبه والبيانات اللي بيقولوها مش بيانات دقيقة لانه العائدات دي نظرا لزيادة رسوم المرور في القناة تعال يا عم ستيفن واحدة واحدة حبيب قلب بابا لا ده رسوم القناة تم تخفضها اصلا اتنين حبيبي هي مش ايرادات في المطلق ده حتى لما بنيجي نطلع البيان بيطلع البيان باجمال الاراد وبيطلع البيان بعدد السفن وبيطلع البيان بالحمولات الصفية وبيطلع البيان بالحمولات الاجمالية فتجد انه الاراد زايد الحمد لله وتجد انه عدد السفن زايد الحمد لله وتجد انه الحمولة الصفية زايدة الحمد لله وتجد انه الحمولات الاجمالية زايدة الحمد لله وتجد انه الرسوم قلت ده معناه ايه ترى؟ معناه ان ستيفن كوك ابيض يا ورد لازم يروح ياخد كورس 101 مبادئ علم الاقتصاد كلية التجارة جامعة القاهرة ما يخش سقطار الومس يا سيدة كبيرة عليه بدلا بهواء ويكتب في فورين بوليسي حاجة ضحك